بسم الله وصلى الله على محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام على الشهداء السلام على المعتقلين والمعتقلات في السجون الخليفية السلام على شعبنا الصابر المحتسب السلام على كل الثوار في الساحات والميادين السلام عليكم أيها الشعب المقاوم الذي يأبى الخضوع والخنوع هذه الأيام أيام هامة وهي هامة لنا كشعب يريد أن يقرر مصيره كما أنها هامة لرموز النظام الدكتاتوري الخليفي حيث تجهد هذه الرموز لإخضاع شعبنا ولجر جماهير شعبنا في الدخول في الانتخابات الصورية لمجالس الدكتاتور حمد ولكن شعبنا قال كلمته وخرج بمئات الألوف رافضا للدخول في مثل هذه المجالس الصورية التي إن أخطأ شعبنا ودخل فيها فإنه يقدم أكبر هدية لهذا النظام المجرم الدموي وعليه فإننا نؤكد على النقاط التالية أولا رص الصفوف وتوحيد الجهود والنزول في الساحات بكل قوة في هذه الأيام وتفعيل المقاطعة الكاملة والتامة للنظام ولكل مؤسساته الصورية ثانيا الاستعداد التام لأن تكون انتخابات النظام يوما عصيبا على النظام حيث تصفر كل صناديق الاقتراع وحيث تكون هناك تظاهرات حاشدة وحيث يكون هناك نزولا ميدانيا حاشدا في الميادين فتكشف سوءة النظام ويكشف خواره وخواء كل تدابيره ونسألكم جميعا أن تتضامنوا مع المطاردين وأسر الشهداء وأسر المعتقلين وأن ترفعوا من معنوياتهم وأن تتواصوا بالحق وبالصبر وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته